فهو يسأل الآن يقول هل أبر أمي وأبقها معي أو أرجع هذه أو أخرج أنا أقول بر والدتك إذا كان البر في والدتك أن تبقى معها فهذا هو الأولى لحديث الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل فقيل له من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ثم قال ثم أدناك فأدناك فالآن هذه الزوجة التي تدخل إلى هذا المضيق في الموازنة بينك وبين بقائها وبين والدتك لا شك أن حق الوالدة لا سيما إذا كان لم يكن منها أذى لمجرد فقط محبة العزال لا شك أن والدتك أولى بك منها ولعل الله أن يخلف عليك خيرا منها إذا حاولت إقناعها وتهديئتها ونزع المواطن الإشكال التي يمكن أن تكون بينك وبينها وبين والدتك فهذا حسن إذا لم يكن ووالدتك محتاجة أن تبقى معها في البيت فعند ذلك أسأل الله أن يبدلك خيرا منها وهي أيضا أسأل الله أن يبدلها خيرا منك ترجمة نانسي قنقر